في أول القول سؤال يتكرر في كل قصة وينتهي الحديث دوما بذات السؤال أين يذهب العراق؟ وما الذي ينتظره؟ أما الإجابات فهي حبل بعداد الخطر وما أصيب العراق إلا بالموت والقصف والحروب التي يقودها المجرمون يعود صوت القصف مجددا على أكثر مناطق البلاد أمانا ينشده الشعب العراقي في كل بيت حيث أربيل معلومات حصرية وخاصة حصل عليها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية مفادها أن مجهولين أطلقوا صواريخ تجاه أربيل من قرية ترجلة التابعة لناحية برطلة بقضاء الحمدانية سبعة صواريخ أطلقها مجهولون من منطقة وادي ترجلة وبالقرب من معمل تجاه مطار أربيل حيث تشير المعلومات إلى أن الصواريخ انطلقت من عجلة نوعكية حملة حيث أدى الحادث لسقوط الصواريخ بالقرب من قرية دارابند وهو موقع الحزب الديمقراطي المعارض لدولة إيران وبالقرب من قرية جزنة القريبة من مطار أربيل صاروخان آخران سقط أحدهما قرب مخيم حسن شامي حيث أفشل سقوطه بمضادات الدفاع الجوي التابعة لمطار أربيل الصاروخ الآخر سقط على قرية كاني قرجالة والآخر على قرية كاردجار الواقع على طريق الرابط بين محافظة أربيل دهوك التفاصيل الخاصة تشير إلى أن السيارة كانت محملة بأحد عشر صاروخا كما حصل مركز الروابط على صور حصرية توثق الدلائل التي رافقت عملية القصف الخطورة ليست هنا وهنا ربما تكون الإجابة واضحة واللبيب من الإشارة يفهم حيث أن الصواريخ بطبيعتها القوية أكثر من غيرها والتي اعتاد العراقيون على أن تسقط فوق رؤوسهم كما ظهرت أكبر حجما من الصواريخ التي استخدمت في الاتداءات السابقة حيث انطلقت تلك الصواريخ على بعد 63 كم من موقع سقوطها كل هذا يصب في ترجيح الخبراء أن من صممها قد تلقى تدريبه من خبراء إيرانيين وبعيدا عن صواريخ الإجرام فإن قرارات إصلاح يقصف بها مصطفى الكاظمي وهو العراقي الذي وصف بمقالة سابقة نشرها مركز الروابط وهو يحاول فيكسر ساعات طوال بقرارات الإصلاح وتفعيل القانون لكنه في أجواء خانقة وقاتلة يحاول أن يعمل كرجل محب للعراق رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقيادات السياسية وأقليم كردستان بكافة رجالاته الجميع اليوم وبكافة الأطياف السياسية قولا ثابتا يضعون خريطة الطريق التي تحتكم للعدل والقضاء والقانون ولا غيره الدستور العراقي سيمنح العراق أمنا لينتظره الاستقرار بعالم عراقي كراية توحد الجميع تحت لغة الدستور بدلا من اقتتال لا يذكي إلا الانفلات نحو احتراق لن يعيد العراق إلى ما كان عليه موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر